استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس أدام سميث زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية وتناولت المباحثات الوضع في قطاع غزة حيث شدد الوزير شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وأي أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة وأكد وزير الخارجي أن مصر لا ترى بديلا سوى الوقف الفوري لإطلاق النار وتخذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة